السلام عليكم هذا سيقول نرجو من فضيلتكم بيان شرك المحبة وما هو الفرق بينه وبين عشق الصور الجميلة وما الخلاص من ذلك شرك المحبة هو المحبة مع الله جل وعلا المحبة مع الله لأن المحبة التي معها ذل وخضوع هذه خاصة بالله عز وجل فمن أحب شيئاً وذل له وخضع هذا هو الشرك الأكبر كالذين يحبون الأصنام ويخضعون لها ويخافون منها فهذا شرك أكبر أما محبة الشهوة التي ليس معها ذل ولا خضوع هذه محرمة محرمة إذا كانت شهوة محرمة فهي محبة محرمة أما المحبة في محبة الأشياء التي ليس فيها إثم محبة الطعام والشراب محبة الأولاد هذه محبة محبة الوطن هذه محبة طبيعية محبة طبيعية مباحة ليس فيها إثم وليس فيها أجر محبة مباحة فالمحبة تنقسم إلى هذه الأقساس نعم محبة العزق إذا كان ينظر في الصور المحرمة فهي محرمة لأن محبة شهوة شهوة محرمة ونظر محرم والله جل وعلا يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارها ويحفظوا هروجها غض البصر ليس عن المرأة فقط وإنما حتى عن الصور حتى عن الصور الفاتلة تغض بصرك عنها ولا تناظرها ولا تأمل فيها سواء كانت على الأوراق أو كانت في الفضائيات أو في البث أو على الشاشة كل هذا من النظر المحرم نعم نعم